بعد أيام على تسلمه حقيبة الأمن القومي تعمد رئيس حزب قوة صهيونية إتمار بنكفير اقتحام الحرم القدسي في خطوة استفزازية سبقتها عملية خداع وتضليل بشأن موعد وتاريخ الاقتحام في أعقاب تهديد فصائل المقاومة الفلسطينية من تبعات خطوة كهذه اقتحام بنكفير الذي تم بموافقة رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو ورئيس الشباك رونين بار بعد التشاور معهما وبغطاء من الشرطة الإسرائيلية جرى في ساعات الصباح الباكري وسريعا الأمر الذي دفع محللين إسرائيليين إلى التوقف عنده بنكفير اتفق مع نتنياهو بأنه سيصعد إلى جبل الهيكل ثم تحدث إلى رئيس الشباك وحصل على تقدير للوضع من شرطة القدس لكن يجب الانتباه إلى أمر معين وهو صحيح أن بنكفير صعد إلى الهيكل وهو ما يعده إنجازا ولكن كيف حصل ذلك في ساعات الصباح الباكر من دون إعلام يرافقه خرج من هناك بسرعة بعد أن دخل من طريق جانبي ولم يصل هناك لهذه الأمور مجتمعة أهمية أيضا وفي ضوء استعداد المؤسسة الأمنية والعسكرية لرد من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية على اقتحام بنكفير الحرم القدسي شن أعضاء في الكنيست من المعارضة الإسرائيلية حملة انتقادات واسعة ضد بنكفير واتهموه بالتحريد والتسبب في إراقة الدماء وزير الأمن القومي ليس مواطنا عاديا ولا عضوا في الكنيست هو وزير وأفترض أنه يقدر المسؤولية لكن ما فعله عديم المسؤولية ولا سيما في ضوء حقيقة أنه يعلم بما قد يكون لهذه الزيارة من تأثيرات أمنية وأنا قلقة من ذلك خبراء أشاروا إلى أن تصرف بنكفير هذا كان متوقعا وإنه ليس سوى نقطة البداية في طريق الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي تضم في صفوفها شخصيات متطرفة جدا والتي تنذر بالمزيد من الخطوات الاستفزازية ضد الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر